السلام عليكم أصدقائي في فيديو جديد وكالعادة على قناتكم gamesparktman أن تكونوا بأفضل الأحوال إن شاء الله ودائما وكالعادة سوف نتعرف في هذا الفيديو على خطة جديدة تمت إضافته وكذلك بعد التحديد الخاص بيوم الخميس صراحة تحديد كما قلت لكم سابقا الذي جلب معها العديد والعديد من الخطة الجديدة والتي سوف نقوم بشرحة إن شاء الله جميعها في الفيديوهات القادمة يعني كل يوم سوف نقوم بشرح خطة جديدة ومثال على ذلك فهذه الخطة التي قمنا بشرحة في الفيديو السابق والذي قلت لكم أنها سوف تكون مناسبة لجميع أساليب اللعب غير أنه مشكلة بسيطة في خط الوسط يعني سوف تحتاج في هذه الخطة إلى أن يكون لديك خط وسط جيد ومحترم حتى لا تستقبل عديد من الأهداف لكن خطة بالنسبة للهجوم في هذه الخطة فهي خطة جيدة وسوف تكون جيدة مع كثريك في جميع أساليب اللعب تحتاج فقط أن يكون لديك اللاعبين هنا عن ذا ام اف جيدين حتى لا تستقبل العديد من الأهداف ولكن اليوم سوف نقوم بتغيير هذه الأشياء ونقوم بتعرف على خطة جديدة سوف تكون كذلك الجيدة إن شاء الله معكم في جميع الجوانب سواء الجانب الوجومي ووسط الميدان وكذلك الجانب الدفاعي وبعد ذلك نقوم بالرشوع ونقوم الآن بالذهاب والتعرف على هذه الخطة الجديدة التي سوف تكون إن شاء الله مفيدة لكم مناسبة لجميع أساليب اللعب يا أصدقاء لكن قبل الدخول في الشرح وأتعرف على هذه الخطة المرجو منكم أن تقضي على الزر لايك لدعمي الاستمرار في هذا المحتوى وتقديم خطة جديدة إن شاء الله كذلك الاشتراك في القناة إذا كنت تشاهدوني لأول مرة وتفعيل زر الجرس سرق تعليق محفزنا والآن نضغط على اكسترا هنا ثم يوزر انفورميشن ثم دريم تيم ثم بيستيم وبعد ذلك سوف تظهر معنا العديد والعديد من القرص كما تشاهدون سوف تظهر معنا قارات أوروبا أمريكا الجنوبية أه أفريقية احني العديد من القرص بعد ذلك سوف نختار القارة التي سوف نقوم بأخذ هذا الفريق منها وبعد ذلك سوف نقوم باختيار الثوري ثم نختار الفريق وبعد ذلك سوف تظهر معنا الخطة نقوم بتغطى على أمريكا الجنوبية ثم نقوم بتغطي على الدوري البرازيلي بالدرجة التاني كما تشاهدون سيري بي اصدقاء. نضغط عليها ثم نقوم بالنزول. وسوف يدر معنا جميع الفرق. وندغط على هذا الفارق هنا. الذي سوف نقوم باخد الخطة منه ان شاء الله يا اصدقاء. وبعد ذلك سوف نقوم بالعودة الان. ونقوم بالرجوع الى الخطة الخاصة بنا ونقوم بتحويل الفارق الى الخطة الموجودة لهذا الفارق. صراحة هي خطة جيدة وسوف تكون مفيدة لكم ان شاء الله يا اصدقاء. وسوف تستفيدون منها كما انها مناسبة لجميع الساليب اللاعب. واسدل عن الانترنت يعني ضعيف بعض الشيء. لذلك قد يكون الفيديو طويل قد يكون الفيديو طويل بعض الشيء بسبب ضعف الانترنت. المهم نقوم بتضغط على على ثم نضغط على المدرب ثم ثم وتظهر معنا الخطة. كما تشاهدون خطة جيدة من جميع الجوانب. سواء يعني اه من خط الوسط او يعني من من اه الهجوم وكذلك من الدفاع. نقوم بتحويل انباب هنا مثلا. ثم نقوم بجلب لاعب يعني في مركز اس ام اف او يمكنك كذلك احتماد على لاعب يلعب كذا ام اف نقوم بالبحث عن اي لاعب مثلا سوف نقوم باضافة اللاعب هنا. حسنا اصدقاء. مثلا اذا كنت تريد الاحتماد على الجانب الدفاعي. فسوف تقوم بتحويل هذين اللاعبين الى هذا ام اف كما تشاهد هنا. كذلك كيسة الى هذا ام اف. وسوف يكون لديك دفاع جيد. هذا اذا كنت تريد الاحتماد على اه شق الدفاعي اكتر من الهجوم التالي اذا كنت انت متفوق او تريد مثلا الحصول على النقطة فقط. فيمكنك اللاعب بثلاثة ام اف هنا. حتى يكون لديك دفاع جيد. اذا كنت تريد يعني الاحتماد على الجانب الدفاعي والهجوم في نفس الوقت. تقوم بلاعب هذين اللاعبين هنا. يعني كاس ام اف. مثلا سوف اقوم بجلب اللاعب رودريغو ديبول ما كان كيسة هنا. والان سوف العب باثنين ام اف. وكذلك لاعب ام اف وهو كيمش واربعة مدافعين. كذلك سوف اقوم باللعب بميسة هنا على الشكل ام اف. ويمكن اللاعب بمبابي هنا كاس اف او كاس ام اف يعني اه كاس اف رأس حرب الصاريح او كاس اس او مهاجم ثاني او مهاجم مهمي. يعني هذا حسب اختيارك. يعني تبقى تلك اختيارات كي صديقي وكذلك هذه الخطة مناسبة لاساليب اللاعب الخاصة بالاستحواذ كما تشاهدون هنا يمكنك اللاعب بالاستحواذ الهاجمات على المرتدة السريعة واللونج بالكونتر يعني كوي كونتر واللونج بالكونتر والبوزيشن. اما بالنسبة للعب على الاطراف او او لونج بال لا اعتقد انه سوف يكون يعني اسلوب جيد ومفيد لك في هذه الخطة نظر لعدم موجود اي اجنيحة هناك كما تشاهده لا يوجد اي اجنيحة وكذلك لن تستطيع لعب كرات طويلة كثيرا في هذه الخطة لكن بالنسبة لي هجمات المرتدة السريعة والكراش الطويلة في الهاجمات المرتدة قد تكون مفيدة جيد يعني ناجحة معك خاصة اسلوب استحواذ الهاجمات المرتدة والكراش الطويلة في الهاجمات المرتدة سواء السريعة او العادي لان لديك مثلا هنا لديك هالندا الذي يجيد الضربات الرأسية كذلك لديك مبابي يجيد الضربات الرأسية وبالنسبة لميسي فهو سوف نعتمد على السرعة الخاصة به وكذلك التمريرات التي سوف تعطينا حلول هجومية. المهم اصدقاء اتمنى ان تكونوا قد فهمتوا فكرة هذه الخطة وكذلك اذا لديكم اي تسأل فقط اتركوه في تعليق وسوف اجيب الجميع ان شاء الله عن مميزات وعيوب هذه الخطة اذا لديكم اي تسأل حولها فقط اتركو ذلك في تعليق والان سوف ننتقل ونقوم بالدخول الى المباراة حتى نتعرف على الجوانب الجيدة في هذه الخطة وعيوبها في مباراة والان نستقع لنتقل الى ارضية الميدان ونقوم بتجربة هذه الخطة. ونبدأ الان باول شيء جميل صراحة اللي لاحظته في هذه الخطة وهو البناء السريع للهجمات كما تشاهدون هنا في هذا يعني بتمريرة واحدة فقط كانت كافية لجعلنا نصل الى المرمى وتشكيل خطورة على مرمى الخصم كذلك هناك تنوية في اللعب مثلا يمكنك اللاعب عبر تمريرات في العمق او اللاعب على الكرات العرضية مثلا في هذه اه الطريقة هنا كما تشاهدون يعني قمنا باخراج الكرة من مربع العمليات الى لاعب خارج مربع العمليات والتسديد او يمكنكم لاعب كرة بالراثية يعني بطريقة عادية لذلك هذه الخطة يجيد بالنسبة للاشخاص الذين يريدون ان يكون لديهم تنوع في اللاعب يعني مرة يلعبون على العرضيات مرة يلعبون تمريرات كذلك جيدة بالنسبة للتسديدات من خارج ارضية الملعب كما في هذه اللقطة هنا يعني في هذه التشكيلة حاولنا ان نقوم بعمل صراحة خلق فرص من خارج منطقة الجزاء لان في بعض الاحيان قد تكون بعض المباريات صعبة ولا تقوم بتشكيل خطورة لذلك قمنا بتجربة هذه الخطة على تشكيل خطورة يعني من خارج مربع العملية يعني التسديد من بعيد وكانت صراحة خطة جيدة معنا يعني حتى اه بعض الاهدف التي سوف نقوم بتسجيلها ان شاء الله سوف تكون من خارج مربع العملية يعني خطة ذات نجاعة هجومية صراحة اه كبيرة ويمكن لكم تشكيل خطورة حتى اذا كانت مباراة صعبة فيمكنكم الاعتماد على اللاعب من خارج منطقة العملية او اللاعب مثلا على القراء العرضية مثلا في هذه المحاولة يعني القراء لم تريد الدخول صراحة في هذه المحاولة رغم تعدد يعني تسديدات وكل شيء لكن القراء لم تريد الدخول كما تشاهدون يعني كانت هناك فرصة كبيرة لكن صراحة الحارس هنا لم يريد ان يعني يجعل القراء تدخل لذلك حصلنا على ركنية كما تشاهدون يعني هذه الخطة سوف تجعلك تقوم بهجمات خطيرة وكثيرة وكذلك الشيء الجميل الذي لاحظته في هذه الخطة هو انه يمكنك قلب النتيجة في اي لحظة يعني من خارج منطقة العملية كما في هذا الهدف صراحة هذا الفرع يعني في الدقيقة خامسة وستون يعني كنا متعدين سفر سفر واول اهداف المباراة كما تشاهدون يعني يمكنك قلب النتيجة بسرعة يعني من الدقيقة الخامسة والستون يعني تقريبا حتى الدقيقة التاسعة والسبعون قمنا بتسجيل ثلاثة اهدف يعني حتى اذا كنت متأخر في بعض المباراة فهذه الخطة سوف تساعدوك على قلب النتيجة بسرعة يعني مرة يمكنك مثلا لاعب كرة عرضية يعني او مثلا كرة خارج منطقة العمليات يعني هناك تنوع في اللاعب حتى الكرات في العمق يمكنك تسجيل بها مثل هذا الهدف يعني عن طريق ميسي الذي يلعب يعني هناك تنوع في اللاعب مثلا بين بين هالاند بين ميسي بين اللاعبي الذين يلعبون في خط الوسط يعني الذين يلعبون كSAMF اذا لم تكن تلعبين ارتكاز فسوف يعطونك حلول هجومية كبيرة وكثير يعني صراحة هذه الخطة فيها تنوع في اللاعب تناسب صراحة اللاعب الاستحواذ وكذلك الهجمات المرتدة السريعة خاصة اذا كانت لعبين سريعين في الهجوم مثل انبابي وكذلك هذه احصائيات المباراة الاصدقاء التي سوف تظهر امامكم الان وسوف تطعكم فكرة عن القوة الهجومية لهذه الخطة كما تشاهدون يعني العديد من التزديدات على المرمى كذلك نجوم المباراة كما تشاهدون سوف يكون هم المهاجمون ميسي هالاند ورويس البرتو وكذلك انبابي صراحة هذه الخطة قوية اصدقاء وتستحق التجربة لذلك قررت ان اشاركها معكم